قام صباح اليوم وزير الإنتاج والزراعة جامر السليك بزيارة إلى بعض المزارع بحارة غاسي وذلك لتفقد لبعض من المزارع التي تسببت في إطلافها بعض من الحشرات الضارة نهائيا رفقه في هذه الزيارة الأمينة العامة بوزارة وبعض الفنيين خليل حسن من أجل الوقوف على الأضرار التي سببتها دودة يرقانة الحشرة في بعض مزارع الزورة الشامية بحارة غاسي جاءت زيارة وزير الإنتاج والمعادات الزراعية السيد جامر السليك والأمين العام للوزارة وبعض الفنيين في مجال الزراعة نظرة عن كثب واستماع لشرحة الفنيين عن أسباب ظهور يرقانة الحشرة وكيفية محاربتها قبل انتشارها في مزارع الوطن حيث أوضح أحد فنيي الوزارة أنجيكا دوم ريابي ساميال أن هذه الدودة ظهرت بداية في أمريكا والآن بدأت تنتشر في دول إفريقيا وقال إنها من الحشرات الخطيرة التي يجب محاربتها مبكرا وإلا فإن محاربتها ستكون في غاية صعوبة ونتائجها ستكون وخيمة بالنسبة للإنتاج الزراعي وزير الإنتاج والمعدات الزراعية السيد كاميرا سيليك قال إن يرقانة الحشرة هي دودة لم تعرفها المزارع الشادية من قبل دودة تفضل زورة الشامية على باقي المحاصيل جاءتنا معلومات بأن هناك في حالة غير طبيعية لبعض من النباتات وخاصة للدورة الشامية للمصر عندنا هنا فجينا نتأكد من الموضوع هذا وفي النهاية أكد لنا كونه فعلا هي دودة المتكلم عنها وصلت عندنا هنا فهي خطيرة للغاية يعني بتحطم تمام كل زراعة الزراع الشامية وإذا كان انتهد من الزراع الشامية بتتحول على الزراع العادية وبتتحول على الرز فيبقى يصبح هناك ظاهرة خطيرة بالنسبة للإنتاج الزراعي في بلدنا فجينا نتأكد نكون فعلا الخايفين منه هو اللي حقناه فأسعى بقى أن نحاول نحرق كل إمكاننا في إطار الحكومة لكي نلقى الرد المناسب من ناحية كيموائية لكن الحلول الكيموائية دائما فيها رد فعل سلبي يكون هناك في تلوث بالنسبة للأرض فنبدأ نبذل الجهود نلقى الكيفية لنقدر نحرق بها هذه الزاهرة تعتبر الزراعة من الموارد الهامة التي تعتمد عليها البلاد وكل آفة أو حشرة تعق الإنتاج الزراعي وتضر بالمحاصيل الزراعية يجب على الحكومة والمنظمات الدولية أن تعمل جاهدة لمحاربتها من أجل زيادة الإنتاج وتوفير الغذاء للمواطنين الشاديين في كافة الأراضي الوطنية ترجمة نانسي قنقر